المشاركة السيد الرئيس الصراحة والكافة المشاهد اللي شفناها النهاردة يعني أكدت اللي بنقوله تحديدا في رسالة مهمة جدا الرئيس السيسي عايز يقولها للمصريين أنا موجود والدولة موجودة ومصر مش نسي أبدا أبناء وبنات وأسر الشهداء المشهد ده بيأكد إن كل أب وكل أسرة فقدت هؤلاء الأبطال كان يعني وراها دولة كاملة حريصة كل الحرص إن هي توصل هذه الرسالة وإن هي تقف بجوار أبناء الشهداء وخصوصا في الأعياد جبر الخواطر دي حاجة مهمة جدا جماعة الأطفال دول مهما تقدم لهم طبعا الدولة من حاجات صحيح مش هيعوضوهم ولكن ده جزء من رد الجميل للدولة المصرية وعلى رأسها سكت الرئيس بيحاولوا إنهم يعملوا حاجة زي كده في عيد الفطر أكيد أنا يعني مصطفى إحنا بنكلم عن أطفال فقدوا أباءهم أباءهم أدوم وأروحهم عشان مصر تعيش ودي رسالة بتأكد فيها مصر إنها مش بتتخلى أبدا عن أبنائها وبنات الشهداء طبعا لقطة مهمة جدا شاهدناها في الاحتفالية وهي تكريم أبطال مسلسل الاختيار وعائدون ورئيس كان ليه كلمة وإن كانت مقتضبة لكنها مباشرة وواضحة إنه العمل الضرامي لأهميته إنه يوثق التاريخ وما يقدم في مسلسل الاختيار الرئيس أكد إنه هو الحقيقة وكمان كانت موتقة بوتائق شفناها على مدار حلقات المسلسل وكانت مهمة عشان الأجيال الجديدة تعرف حقيقة ما حدث ومنسفش فرصة لأي مخلوق إنه يشوه التاريخ أو يقدم أي شيء كاذب عن الفترة دي من تاريخ مصر أنا برضو بقتبس منك الجملة اللي قالها ستة الرئيس وهو الحديث النبوي إن المرأة يعني يصدق حتى يكتبوا عند الله صديقا وإن المرأة ليجذب حتى يكتبوا عند الله كذابة وقسم ستة الرئيس لما قال والله 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 إن هذا ما حدث وده الحقيقة وده كمان مش الحقيقة بس ده جزء صغير جدا من الحقيقة اللي المصريين كلهم عصروها أو ما يعرفوش عنها يعني حاجات قال حتى لما تكلم عن الأجهزة وقال إن الحاجات اللي حصلت دي كانت لقطات صغيرة جدا من اللي حصلت كان فيه وراها جهد كبير ولسه هذا الجهد ما زال بيحدث على الأرض وأكيد منتظرين المزيد من الأعمال الدرامية لأن هي قوة مصر النعمة وهي اللي بتوسق التاريخ لأجيال موجودة وأجيال جديدة وطبعا كل ده بيوسق لفترة هامة من تاريخ مصر ده شفناه على مدار حلقات الاختيار وبنشوفه في أعمال درامية تانية زي عائدون وغيرها من الأعمال الدرامية اللي بكل تأكيد نتمنى المزيد منها في الفترة القادمة بنصبح على حضراتكو صباح الخير يا مصر